اشتركوا في القناة مادة تكنولوجيا اعمال النجارة وطبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده وهنذكر برضو حضراتكم تاني ان مادة التكنولوجيا من المواد المهمة جدا في التخصص المعماري بتساعدني طبعا في فهم مادة الرسم الفني من كيفية رسم المساقط والقطاعات والتفاصيل وكمان بتفاهمني وبتساعدني في مادة التخطيط وادارة المؤيسات في كيفية عمل كشف الكمية وكشف المغلق في مادة المؤيسات الخاصة باعمال النجارة وطبعا بتساعد خريج النجارة في مواكبة سوء العمل وبتفاهمني متطلبات سوء العمل وكيفية التعامل معها بحرفية طبعا زي ما احنا قلنا مادة النجارة او مهنة النجارة من المهنة القديمة التي اخذت في التطور مع تطور الانسان وتقدم التكنولوجيا الحديثة واصبحت مع عليه الآن فنن يحتزى به بجانب كونها حرفة لم تنتأ لم تندسر ويكفي مهنة النجارة شرفا انها كانت مهنة نبي الله سيدنا نوح عليه السلام اولا اعزائي طلبة الاقسام المعمارية كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم اعضاه الله عليكم وعلى الامة الاسلامية والشعب المصري جميعا بالخير واليمن والبركات والنهاردة محتاج من نقطة طلبة الاعمال النجارة التركيز لان النهاردة درس مهم جدا ولازم سؤال يجي منه في الامتحان طبعا امتحان مادة التكنولوجيا بيكون اربع اسئلة في منهم سؤال خاص بعنوان درس النهاردة وعنوان درسنا النهاردة اعمال السلالم الخشبية واعمال السلالم الخشبية هنختص بيها قسم نجارة العمارة زي ما احنا عارفين ان السلالم لها انواع كتيرة منها السلالم الخرصانية ودي بيدرسها قسم الخرصانة والسلالم الحجرية بيدرسها قسم البناء والتشيد وإحنا طبعا قسم النجارة هندرس نوع من أنواع السلالم وهي السلالم الخشبية وطبعا السلالم الخشبية بتختلف عن السلالم الخشبية الخرصانية والحجرية والمعدنية من حيث كيفية التنفيذ أو طريقة التنفيذ ونحتاج منكم نهاردة التركيز شوية في درس النهاردة في درس السلالم الخشبية وطبعا تعريف السلالم بواجه عام هي مستويات مائلة بها عدد من الدرجات يمكن الصعود أو الهبوط من دور الآخر من خلالها طيب أنا عايز أوضح بس الجزئية ديت يعني أنا دلوقتي عندي لو أنا حابب هطلع مثلا من الدور دوت للدور دوت عندي ثالث أدوار بعمل في المنتصف كده بعمل هنا مستويات مائلة زي ما انتو شايفين طيب تعال نشوفها على السلايد مع بعض كده هنبتدي مع بعض نشوف الشراح بتاعتنا في درس النهاردة أعمال السلالم الخشبية طبعا زي ما احنا قلنا الأقسام المعمرية في عندي قسم أو أعمال الخرصانة في عندي تخصص أعمال النجارة اللي احنا النهاردة هنكون بنشرح فيه وعندي الأعمال الصحية وعندي أعمال التشطيبات وعندي أعمال البناء والتشييد زي ما انتو شايفين آدي الأقسام المعمرية يخصني النهاردة تخصص أعمال نجارة العمارة وعنوان درس النهاردة للصف الثالث أعمال السلالم الخشبية تعالوا مع بعض نشوف شكل السلالم الخشبية زي ما انتو شايفين السلالم الخشبية بتبقى موجودة في الأماكن التي يتطلب فيها حسن المنظر والرونق والجمال وهي بتستخدم في الأماكن الحديثة زي الفلات تعالوا نشوف بقى تعريف السلالم بوجه عام قلنا تعريف السلالم هي مستويات مائلة بها عدد من الدرجات يمكن الصعود أو الهبوط من دور لآخر من خلالها آدي تعريف السلالم بوجه عام جميع أنواع السلالم زي ما احنا قلنا ده تعرفها عبارة عن مستويات مائلة بها عدد من الدرجات يمكن الصعود أو الهبوط من دور لآخر من خلالها وطبعا زي ما احنا عارفين ان السلالم انا باعتبرها من ضمن الاختراعات الجيدة جدا في العصر الحديث لان عن طريق السلالم وتصميم السلالم عرفنا ان احنا نستغل الفراغ الموجود ونعمل مباني مرتفعة وصلت لحد الوقت لناطحات السحاب عن طريق السلالم طبعا مع التطور التكنولوجيا اصبحت دلوقتي في المصاعد القهربائية تعالوا مع بعض نكمل درس السلالم زي ما انتوا شايفين قادي سلم خشبي عبارة عن قلبتين وهنعرف يعني قلبة وهنعرف المصطلحات المستخدمة في السلالم انواع السلالم تابعا لمادة الانشاء زي ما احنا ذكرنا في بداية الحلقة في عندي سلالم خشبية في عندي سلالم خرصانية في عندي سلالم معدنية في عندي سلالم ميكانيكية متحركة طيب ايه هي الشروط الواجب توفرها في السلالم ما هي الشروط سؤال ممكن يجي في الامتحان عندك لان السؤال زي ما احنا قلنا لازم يجي سؤال في تصميم السلالم والسؤال بيجي الف وبه بيبقى فيه تعريف وفيه تصميم تعالوا نشوف ما هي الشروط الواجب توفرها في السلالم الخشبية اولا اختيار محل السلم بختار المكان اللي هعمل فيه السلم بتاعي او المكان اللي موجود في البلال بشوف انسب مكان لحالة صعود والهبوط وبستخدم المكان دوت ويطلق عليه محل السلم يبقى اختيار في الشروط اختيار محل السلم بيكون مناسب في عملية الصعود والهبوط ثانيا من ضمن الشروط الواجب توفرها في السلالم أن يكون السلم متسعا بحيث يمكن توزيع الدرجات توزيعا منتظما يعني تكون محل السلم يكون متسع بحيث أن احنا نعرف نعمل درجات بتاعتنا تكون مستريحة في أثناء الصعود والهبوط وأن يكون توزيع الدرجات توزيعا منتظما الشرط الثالث تجنب باستعمال الدرجات المروحة أو الدرجات المشتورة بقدر الإمكان أن نتجنب استعمال الدرجات زي الدرجات المروحة أو الدرجات المشتورة برضو من ضمن الشروط أن يراعى المقاس المتوسط للدرجة ومعرفة الارتفاع الموصل إليه السلم نعرف ارتفاع الدور عشان نبتدي نعمل تصميم سلم يكون مظبوط من ناحية الإنشائية بعد كده أو الشرط الرابع أو الخامس أن تكون النسبة بين القائمة والنائمة تتماشى مع القواعد المتفق عليها بحيث تكون ميل أو زاوية ميل السلم من 25 إلى 35 زي ما احنا عارفين أن السلالم لما يكون زاوية الميل بتاعها محصورة ما بين الرقمين 25 و35 بتكون عملية الصعود والهبوط بتكون مناسبة وبتكون مريحة ولكن إذا الميل زاد عن كده بتكون صعبة في الصعود السلم وبالذات وبالأخص ليه كبار السن طبعا زي ما احنا قلنا احنا هنتكلم عن السلالم الخشبية عايزين نعرف استعمالات السلالم الخشبية فيما تستعمل قلنا بتستعمل السلالم في الفلات الحديثة وذلك لنظافتها وحسن منظرها يعني السلالم الخشبية ما بتستخدمش فيه المساكن العامة أو العمرات العامة ولكن بتستخدم في الأماكن التي يتطلب فيها حسن المنظر والرونك والجمال تعالوا مع بعض بقى نشوف الاستلاحات أو المصطلحات المستخدمة في أعمال السلالم الخشبية ونركز مع بعض لان زي ما احنا قلنا بيجي فيه سؤال تعريف للسلالم والتعريف ده بيكون خاص بالمصطلحات المستخدمة في السلالم تعالوا كده مع بعض نشوف نرسم رسمة كده بسيطة مع بعض كده نجيب شاشة ونبتد نختار اللون بتاعنا ونبتد نرسم زي ما احنا قلنا لو احنا حابين نوصل من مستوى وليكن الدور دوت وليكن ده الدور الأرضي للدور الآخر أهو الدور الثاني زي ما احنا شايفين قلنا عشان اوصل من الدور ده بعمل مستوى مائل بالشكل دوت بعمل مستويات مائلة اهو عشان اوصل من هنا لهنا بالشكل ده وحط فيها عدد من الدرجات عشان يمكنني من الصعود او الهبوط من دور لآخر من خلالها يبقى دي المستوىات المائلة عشان توصلني من مستوى لمستوى أعلى بعمل مستوى مائل بزاوية ميل زي ما احنا ذكرنا من 25 ل 35 وابتدي احط الدرجات بتاعتي وهنعرف مكونات الدرجات دلوقتي تعالوا مع بعض كده نشوف زي ما انتوا شايفين اهو وصلني من الدور الأرضي للدور الأول للدور الثاني عم طريق الدرجات وزي ما انتوا شايفين الدرجة اللي في النص دي او دي بسميها بسطة او صدفة ليه بتعدل الراحة عشان خاطر اخد قلبة وادي القلبة اللي احنا قلنا عليها ادي القلبة عبارة عن مجموعة من الدرجات لا يقل على درجات بها عن 5 ولا يزيد عن 13 اذا القلبة محصورة ما بين 5 ل 13 وطبعا بعمل هنا قائم الدربزين زي ما انتوا شايفين عشان ابتدي احط عليه الكوبستة اللي ياخدها الصاعد او الهابط فيه اثناء الصعود او الهبوط زي ما انتوا شايفين انا بعمل قائم الدربزين عشان احمي عملية الاطفال بالاخص او كبار السن من السقوط وبابتدي املى الفراغ ما بين الكوبستة وما بين الدرجات بحاجة اسمها في الاعمال السلالم الخشبية اسمها البرامق حاجز عشان يمنع لي الاطفال بالاخص من السقوط زي ما انتوا شايفين يا رب بس يكون الرسمة واضحة تمام يبقى انا كده عملت سلم وحطيت فيه قائم واول قائم فيه الدربزين يطلق عليه في الاصطلاحات قائم البابا والجزء الجامع للبرامق هو يطلق عليه الكوبستة واحنا قلنا دي القلبة والقلبة بتكون من 13 درجة الى ما بتقلي ما تزيدش عن 13 وما تقلش عن كام عن 5 وطبعا قلنا دي بسطة او صدفة وهنعرفها وقلنا اول درجة في السلم دي بيكون اعرض درجة ويطلق عليها البادي وزي ما احنا قلنا محل السلم هي المسافة المطروقة لعمل السلم في المبنى ولو محل السلم عندي مستطيل بالشكل ده بيكون السلم عندي قلبتين وهنعرف يعني قلبة زي ما احنا قلنا اهوت بالشكل ده ايه دي محل السلم مستطيل فيبقى السلم قلبتين والمسافة ما بين القلبتين يطلق عليها اسم فانوس السلم او منور السلم اللي هو الفراغ ما بين القلبتين ودي القلبة الاولى ودي القلبة التانية ودي صدفة دي بسميها صدفة ودي بيكون متوسطة معدل الراحة ودي صدفة نهائية اللي بيكون قدام او امام باب الشقة تسمى صدفة الوصول اما اذا كان محل السلم مربع زي ما انا هرسم دلوقت اهو يبقى السلم هيكون عندي تلت قلبات ايوا بالشكل ده كده وبيبقى من النوع زوء المنور المتسع ودي القلبة الاولى ودي القلبة التانية ودي القلبة التالتة زي ما انتو شايفين رسمة مش واضح شوية بس احنا هنحاول برضو نوضحها في الاسليت بتاعنا يبقى دي القلبة الاولى ودي القلبة التانية ودي القلبة التالتة طبعا دي بسميها بسطة ودي بيكون معدل الراحة ويه هنعرف تعرفها برضو هي الجزء الوفق المربع الذي يتغير عنده اتجاه السلم كنت تطالع كده هبتدى تغير الاتجاه في القلبة التانية بعد كده هوصل لصدفة الوصول اللي بيكون امام باب الشق يبقى اذا المحل السلم لما بيكون مستطيل بيكون السلم البتين اذا كان محل السلم مربع بيكون السلم تلت البت تعالوا مع بعض نكمل الاصطلاحات المستعملة في السلالم اول مصطلح بيسمى بئر السلم او محل السلم وقلنا بئر السلم او محل السلم هي المسافة المطروقة لعمل السلم في المبنى المكان اللي بسيبه فيه المسقط الافقي المعماري أثناء عملية التصميم حتى يكون مكان مناسب لإنشاء السلم يبقى السلم أو محل السلم هي المسافة المطروقة لعمل السلم في المبنى ودي شكل السلم وهو طبعا ده هنا ده شكل برضو من أنواع السلم تاني نوع أو تاني تعريف عندي الفراغ الأوسط اللي احنا ذكرناه من شوية أو ما يطلق عليه فانوس السلم أو منور السلم وهو الفراغ الذي يترك مبين الألبات حتى يتم عملية إضاءة للسلم ويكون فيه تهوية للسلم من خلال الفراغ الأوسط أو ما يطلق عليه فانوس السلم إذن فانوس السلم هو الفراغ الذي يترك بين الألبات أو ألبات السلم طيب هنركز مع بعض في الجزئية دي طيب إحنا وصلنا هنا الجزء خاص بأعمال النجارة لأن فكرة عمل السلالم الخشبية عبارة عن فخدين عبارة عن فخدين الفخد دو عبارة عن لوح خشب سميك بصمك كبير واحد بيركب مجاور الحائط ويعشى مع الحائط بواسطة الكانات والفخد الآخر أو اللوح الخشب الآخر بيكون حر الحركة ويثبت مع قائم الدربزين والصاري الموجود في تقابل الألبتين يبقى أنا عندي فخدين وبياخدوا زوية الميل اللي احنا قلنا عليها من 25 ل35 سنتي 35 درجة وبيتم عمل بيبتدي نحدد في الفخدين مكان الأيمة والنيمة اللي هي الدرجة عبارة عن أيمة ونيمة وأنا أذكر دلوقتي المصطلحات بتاعتها وبعد كده بنعشاقهم بتعشيء النقر واللسان يبقى إذن فكرة السلالم الخشبية عبارة عن فخدين بياخدوا الميل اللي حضرتك عرفته من شوية بميل من 25 ل35 وابتدي أعشق مكان الأيمة والنيمة أو ابتدي أفخر أو أنقر مكان الأيمة والنيمة بحيث أن يتركبوا جوه الفخدين بتوعي عشان تبتدي عملية صعود والهبوط وبعد كده بركب الدربزين وبركب الكوبستة بتاعتي دي فكرة عمل السلالم الخشبية وإذا كان طول السلم أو المسافة بتاعت السلم طول الدرجة كبير بنبتدي نحط حمال مساعد في الوسط من أسفل يساعد الفخدين الأصليين في حمل الدرجات يبقى إذن لو كان السلم المسافة بتاعته قليلة بنبتدي ناخد الفخدين الأصليين هم اللي بيساعدوا في حمل السلم ولكن إذا كان طول الدرجة أكبر فبنتدي نحط حمال أو اتنين من أسفل الدرجات للمساعدة أو لمساعدة الفخدين الأصليين في حمل الدرجات يبقى تعريف الفغد هو لوح خشب سميك الغرض منه حمل درجات السلم ويلزم لكل قلبة من قلبات السلم فغدين زي ما احنا قلنا محتاجين لكل سلم فغدين واحد بيثبت فيه الحائط بواسطة الكائنات والفغد الآخر بيثبت معه قائم الدربزين وقائم الصاري زي ما انتوا شايفين ادي منظور لفغد وزي ما انتوا شايفين اهو ادي مكان الايمة او النايمة ادي الايمة هي وادي النايمة وهنعرفهم دلوقتي مع بعض تعريف الايمة هي ارتفاع الدرجة او المسافة التي يرفع الانسان في قدمه اثناء السعود ويرمز لها بالرمز قاف وفي التصميم هنعرف هو بتقدر بمسافة حوالي من 14 الى 20 سنتي في السلالم الخشبية اما النايمة وهي عرض الدرجة تعالوا كده مع بعض زي ما انتوا شايفين ادي النايمة النايمة دي اللي هي عرض الدرجة او المسافة التي يضع الانسان عليها قدمه اثناء السعود وطبعا عرض الدرجة لازم ان تكون عريضة للقدم عشان ما ايه ما يعمل لش اصابة في اثناء السعود والهبوط زي ما انتوا شايفين بعشاء الايمة والنايمة في الفغد ودي الفغديين الاصليين ادي الفغد المجاور للحائط والفغد الاخر بيثبت مع قائم الصاري وقائم البابا اللي هو اول قائم في الدربزين ويبتدي نعمل اما نعشاء الايمة والنايمة عن طريق الحفر والنقر واللسان او عن طريق نعمل تدريج في الفغد بالشكل الايمة والنايمة زي ما انتوا شايفين ادي مكان الايمة وادي مكان النايمة تمام كده يا جماعة يبقى كده وضع حتة تصميم السلالم او كيفية تنفيذ السلالم الخشبية باستخدام الفغدين الذي فغد منهم بيوضع ناحية الحائط ويثبت مع الحائط بالكنات والفغد الاخر بيثبت مع قائم الصاري وقائم الدربزين بعد كده هنتدي نقول ايه هو الحمال زكرناه من شوية ان الحمال عبارة عن فغد مساعد بيوضع من اسفل الدرجات لمساعدة الفغدين الاصليين في حمل الدرجات وبيستخدم الحمال في حالة اذا كان طول الدرجة اكبر او كبير فبنستخدم حمال او اتنين او تلاتة وهو اضحالك دلوقتي زي ما انتوا شايفين في الصورة ادي الفغد الاولاني والفغد التاني المجاور للحائط وهنا حطينا حمال اتنين حطينا اتنين عشان طول الدرجة كبير وطبعا دوت اظن هيتعمل في الفلل للتوصيل او للاصال من مستوى الى مستوى اعلى يبقى اذا تعريف الحمال هو عبارة عن لوح خشب سميك بيساعد الفغدين الاصليين في حمل او بيساعد في حمل ايه الدرجات تعالوا مع بعض ابقى نشوف القلبة قلنا القلبة هي مجموعة من الدرجات لا يقل عدد الدرجات بها عن خمسة ولا يزيد عن تلاتاشر يبقى القلبة من خمسة لتلاتاشر يعني القلبة بتاعتي ما تزيدش عن تلاتاشر في السلالم الخشبية ولا تقل عن خمسة لبقى ما نفعش نعمل في القلبة الوحدة اقل من خمس درجات وقلنا القلبة عبارة عن مجموعة من الدرجات عبارة عن ايمة ونيمة وعرفنا الايمة اللي هي ارتفاع الدرجة ويرمز لها بالرمز قاف وهي المسافة التي يأخذها الانسان اثناء رفع قدمه في السعود اما النايمة وهي التي يضع عليها الانسان قدمه في اثناء الوقوف على السلم ويرمز للنايمة بالرمز نون وهنعرف ازاي نحسب عدد الاوايم والنوايم اثناء حساب وتصميم السلالم الخشبية تعالوا مع بعض نكمل المصطلحات زي ما انتوا شايفين ده سلم خشبي قلبة واحدة مستمر الاتجاه وزي ما انتوا شايفين ادي فغد وادي الفغد التاني ادي الفغد المناسق للحائط والفغد التاني اللي هو الحر الحركة بيركب عليه الدربزين وادي مجموعة البرامق اللي احنا بنقول عليها عاملة زي السطارة عشان تحجز الاطفال من السقوط اثناء السعود او الهبوط وادي اول قائم فيه الدربزين يطلق عليه اسم قائم البابا واول درجة فيه السلم يطلق عليه اسم البادي ودايما بتكون اعرض درجة فيه السلم هنا موضح لي القطاع او المسقط الافقي للسلم وادي الجانبي وادي المسقط الجانبي وادي المسقط الرأسي تعالوا مع بعض نعرف الايمة ان الايمة هي ارتفاع الدرجة ويرمز لها بالرمز قاف يبقى قائمة يرمز له بالرمز قاف وتفرض عند التصميم من 14 ل 20 طبعا يستحسن ان هي تكون في الوسط 15 سمتي او في التصميم بيكون 15 سمتي ولكن في بعض الاحيان بيلزم اننا اقل او ازيد يبقى المسافة بتاعة الايمة في التصميم بتحسب من 14 الى 20 سمتي تعالوا نشوف مع بعض ادي الايمة زي ما احنا قلنا ادي الفغد ده كل دوت ده الفغد وادي مكان الايمة وادي مكان النايمة وطبعا زاوية المين للسلم اللي احنا قلنا عليها زاوية المين بيكون من 25 ل35 ما تزيدش عن كده وما تقلش عن كده عشان تراعي فيها اثناء الصعود والهبوط يكون الصعود على السلالم يكون مرتاح في بعض السلالم بتكون الزاوية كبيرة او وقفة او عمودية عشان كده بيحصل عملية صعوبة اثناء الصعود في السلالم ولكن يجب ان يكون حساب السلالم من التصميمات الهمة اثناء التصميم للمنشأ الجزء الثاني فيه الدرجة وهو النائمة وهي عرض الدرجة ويرمز له بالرمز نون وطبعا عرض الدرجة دي بتكون حوالي 30 سمتي او 33 سمتي وزي ما انتو شايفين نرجع للرسمة تاني ادي مكان النايمة اللي هي عرض الدرجة يبقى ادي مكان الايمة وادي مكان النايمة والايمة والنايمة بيتعشقوا مع بعض في النجارة تعشيئة نقر ولسان طيب انف الدرجة انف الدرجة هي البروز بتاع الايمة آسف البروز بتاع النايمة يبقى اما بيتعشق الايمة مع النايمة بيكون فيه بروز للدرجة البروز ده بسميه انف الدرجة ويجب ان يكون ذات حلية ملفوفة ليه؟ عشان ما تعملش عملية اصابة اثناء الاحتكاك اثناء النزول لقدم الشخص اللي نازل فبتدي اقصر او بعمل حلية ملفوفة في انف الدرجة او في بروز النايمة يبقى الانف الدرجة دي هي تقابل الايمة مع من؟ مع النايمة وتأخذ حلية ملفوفة لعدم اصابة قدم الانسان اثناء النزول يبقى انف الدرجة وهي البروز النادج عند تقابل القائمة مع النائمة تعالوا بقى انشوف هنا انف الدرجة زي ما انتم شايفين انف الدرجة هنا واخد حلية زي ما بنسميها كده يعني تقابل وده طبعا بيكون غلط هي لا لازم يجب ان تكون ذات حلية ملفوفة حتى لا يتم اصابة الشخص وزي ما انتم شايفين هنا يا جماعة ادي تعشيء الايمة مع النايمة في النجارة بتكون تعشيء نقر والسان والخط طبعا الموجود ده بنسميه خط الانوف للدرجات من ضمن التعريفات البادي وقلنا البادي هي اول درجة في السلم ودايما بتكون اعرض درجة يبقى تعريف البادي هو اول درجة في السلم وبتكون ذات عرض اكبر من باقي الدرجات ده كده ادي سلم خشبي زي ما انتم شايفين السلالم الخشبية بتدي رونق ومكاء وبهاء للمكان وزي ما انتم شايفين واخدى حليات جميلة جدا وادي اول ايم في الدربزين هو قائم البابا وادي اول درجة في السلم اللي هي بنسميها البادي وبتكون اعرض درجة وادي الايمة مع النايمة وزي ما انتم شايفين السلم مستريح في الصعود لان زوية الميل لا تتعدى خمسة وعشرين درجة وادي الجزء الجامع للبرامج اللي هي القبوستة ويراع في القبوستة راحت اليد اثناء الصعود وبالاخص ليه كبار السن تعالوا مع بعض نتكلم عن الصدفة وقلنا لو احنا عندنا محل السلم مستطيل بيكون السلم قلبتين وتعريف الصدفة هي الجزء الافق المستطيل الشكل الذي يفصل ما بين قلبتين زي ما انتم شايفين اه دي الصدفة وادي بطنية الصدفة ايه يبقى الصدفة تعريفها هي عبارة عن الجزء الافقي المستطيل الشكل الافقي لانه بيبان في المسقط الافقي اه مستطيل الشكل الذي يفصل ما بين قلبتين وده بيكون في السلالم السلالم اللي هي لالبتين زي ما انتوا شايفين ادي سلم مكوّم من البتين ادي القلبة الاولى ودي القلبة التانية يا رب بس تكون واضحة في الصورة ودي صدفة ودي الصدفة المتوسطة ودي الصدفة ان هي صدفة الوصول فتعريف الصدفة هي الجزء الافقي المستطيل الشكل الذي يفصل ما بين البتين وهي نوعان صدفة متوسطة بتكون معدى للراحة وصدفة نهائية تسمى صدفة الوصول سميتها صدفة الوصول لان هي الصدفة اللي بتكون امام باب الشقة وزي ما انتم شايفين ادي القلبة الاولى والقلبة التانية واده منور السلم اللي هو الفراغ الموجود ما بين القلبتين تعالوا مع بعض نشوف البسطة البسطة هي زي الصدفة ولكن تعرفها هي الجزء الافقي المربع الشكل الذي يتغير عنده اتجاه السلم ودي بتكون فيه السلالم ذات التلات قلبات يبقى محصور ما بين القلبة الاولى والقلبة التانية البسطة والبسطة دي بتكون معدة للراحة وتعريف البسطة هي الجزء الافقي المربع الشكل الذي يتغير عنده اتجاه السلم تعالوا نشوفها مع بعض كده في السلايد يبقى تعريف البسطة هي الجزء الافقي المربع الشكل الذي يتغير عنده اتجاه السلم زي ما انتم شايفين برضو هنا في الصورة آدي مكان البسطة يبقى أنا كنت طالع في الاتجاه دوت هرتاح شوية يبقى البسطة دي بتكون معدة لراحة الإنسان أثناء الصعود بعد كده ببتدي أغير الاتجاه وهلاقي بسطة تانية عشان بعد كده برضو هغير الاتجاه يبقى إذن تعريف البسطة هي الجزء الأفقي المربع الشكل الذي يتغير عنده اتجاه السلم وزي ما انتوا شايفين برضو السلالم الخشبية مختلفة عن السلالم الخرصانية والمعدنية وذلك لنظافتها وحسن منظرها عشان كده احنا بنستخدمها دايما في الأماكن التي يتطلب فيها حسن المنظر زي الفلات الحديثة وزي ما انتوا شايفين في الصورة استغل الفراغ اللي موجود أسفل الألبات في عمل دكور أسفل السلم بتساعدني جدا السلالم الخشبية في عمل دكور بجانب طبعا منظر الخشب لو احنا دهناه أسطر بيبان تجزيع الخشب وبتبين الأناقة والرونق في السلالم وفي الصعود والهبوط بتكون مرتاحة وبتكون ذات أحمال كبيرة تعالوا نشوف مع بعض هذه البسطة زي ما احنا قلنا هذه محل السلم مربع إذن السلم بيكون ثلاث ألبات هذه مكان الألبة الأولى وهاده مكان الألبة التانية وهاده مكان الألبة التالتة وهاده مكان منور السلم ودايما السلم التلاث ألبات بيكون ذات منور متسع ليه؟ لأن منور دوت المنور ده بيحدد لعرضه عن طريق الألبة التانية وزي ما انتو شايفين الفراء أو المسافة ما بين الألبة الأولى والألبة التانية هي البسطة يبقى تعريف البسطة هي الجزء الأفقي المربع الشكل الذي يتغير عنده اتجاه السلم وطبعا دي الصدفة النهائية اللي هي صدفة الوصول اللي بتكون أمام باب الشقة بتاعتي القبوستة وهي الجزء الجامع للبرامق وتأخذ أشكالا مختلفة ويراعى فيها راحة قبضة اليد أثناء الصعود وبالأخص لكبار السن بيحتاجوا أنهم يسندوا على القبوستة أثناء الصعود فلازم أن أراعي فيه القبوستة للسلالم الخشبية أنه يكون مناسبة لراحة قبضة اليد لأثناء السند عليها أثناء الصعود وقلنا زي ما بنقول لقبار السن يبقى إذن تعريف القبوستة هي الجزء الجامع للبرامق وقلنا البرامق دي بتركب عشان خاطر تمنع الأشخاص وبالأخص الأطفال من السقوط هي الحاجز الموجود ما بين القبوستة وما بين الدرجات يبقى تعريف القبوستة تاني هي الجزء الجامع للبرامق ويجب مراعاة فيها قبضة اليد أثناء الصعود تعالوا نشوف مع بعض الصورة اللي موجودة في السلايد زي ما انتوا شايفين آدي المكان الكبوستة زي ما انتوا شايفه بيستخدمها في الصعود للاتكاء عليها فيجب أن نحن الراعي في السلالم الخشبية أن هي تناسب قبضة اليد ما تكونش أن هي عريضة بل بالعكس تكون سهلة في المتناول في الإمساك أثناء الصعود ارتفاع الخلوص وهي المسافة بين سطح الألبة وبطنية الألبة التي تعلوها طبعا في بعض التصميمات بيخطأوا في حتة ارتفاع الخلوص فبيبقى أثناء النزول بيكون فيه إعاقة في النزول لا لازم أن تكون المسافة ما بين الألبة والألبة أو سطح الألبة الموجود عليها وبطنية الألبة التي يعلوها بيكون ارتفاع لا يقل عن 2 متر وربع عشان ما يستضمش عشان حتى كمان لو أنا حبيت أنقل أي حاجة من الأساس لازم أن يكون الارتفاع مناسب ما يكونش صغير فيعق لي عملية الصعود أو تطليع الأساس يبقى لازم أن تكون ارتفاع الخلوص ما بين سطح الألبة وبطنية الألبة التي يعلوها لا يقل هذا الارتفاع عن 2 متر 2 متر وربع تعالوا نشوف مع بعض كده ارتفاع الخلوص وهي المسافة بين سطح الألبة وبطنية الألبة التي تعلوها وقال لا يتقل عن 2 متر وربع تعالوا نشوف مع بعض الصورة زي ما أنتم شايفين هو واقفة هوت على بداية سطح الألبة ويرافع إيده لبطنية الألبة فالارتفاع دوت ما يقلش عن 2 متر وربع ده للصعود لكن هي ما تقلش ولكن تزيد علشان خاطر لو أنا بنقي الحاجة تبقى عملية النقل في النزول أو الطلوع بتكون سهلة يبقى إذن ارتفاع الخلوص هي المسافة ما بين سطح الدرجة وبطنية الألبة التي تعلوها وما تقلش عن 2 متر وربع نحاول نحفظ التعريفات والمصطلحات ديت لأن طبعا زي ما احنا قلنا بتيجي في الامتحان في صور التعريف الصاري الصاري هو القائم الموجود عند تقابل قلبتين أو قلبة مع بسطة اللي احنا قلنا عليه بنعشها فيه الفغد اللي هو حر الحركة طيب يعني إيه خط الدوس وخط الدوس من لفظه يعني خط بدوس عليه أثناء الصعود أو النزول أو الهبوط وخط الدوس ده خط وهمي أو تصوري وبيكون بيبعد عن الحائط بمسافة حوالي 45 سنتي من الحائط يبقى خط الدوس هو خط تصوري أو خط وهمي بيبعد عن الحائط 45 سنتي من الحائط تمام احنا وصلنا دلوقتي خلصنا التعريفات أو التعريفات المهمة وطبعا التعريفات دي بتيجي في صيغة سؤال عرف أما النقطة التانية في السؤال بتكون تصميم للسلم وطبعا احنا عندنا أنواع من السلالم الخشبية أولها المفروض أن احنا نكون درسناها في الصف التاني وهي السلالم النقالي أو سلم النقالي ده بيكون فيه منه سلم مفرد وفيه منه سلم مزدوج ولكن السلالم اللي احنا ناخدها النهاردة هي السلالم ذات القلبتين أو التلت قلبات إزاي نحسب تصميم عدد الدرجات يبقى فيه عدد قوايم ونوايم وإزاي نحسب أبعاد محل السلم طول وعرض السلم وعن طريق ارتفاع الدور إزاي نحسب السلالم دي سواء كان سلم قلبتين أو تلت قلبات مع الأخذ في الاعتبار أنه لما يكون محل السلم مستطيل يبقى السلم قلبتين أما إذا كان محل السلم مربع بيكون السلم تلت قلبات وبيكون من النوع زوء المنور المتسع تعالوا مع بعض نشوف إزاي نحسب السلالم من القانون اتنين قاف زائد نون بتساوي من ستين لتلاتة وستين طيب هوضح الكلام ده وقت برضو كده نحاول نوضحها نجيب ألم كده لون مختلف وليكن باللون الأحمر بصوا بقى كده يا شباب ركز معايا في السلايد دوت أنا دلوقتي ماشي هنعتبر قادي إنسان آسف وليكن خطوة الإنسان أثناء المشي على أرض مسطحة بتكون حوالي تلاتين إلى تلاتة وتلاتين سنتي اللي احنا بنسميها في البرجل يبقى برجة للإنسان وهو ماشي على أرض مستقيمة بتكون فتحة القدم بحوالي أو الخطوة دي بتكون من تلاتين لتلاتة وتلاتين سنتي ولكن احنا عايزين على مستوى مائل طبعا لو انت حبيت تطلع على مستوى مائل الخطوة بتاعتك بتعمل مجهود فالخطوة بتاعتك بتزيد الخطوة بتزيد ازاي؟ بتفرد رجلك فالخطوة بتاعتك أثناء السعود بتبقى حوالي من ستين إلى تلاتة وستين سنتي زي ما انتوا شايفين يبقى إذن الإنسان وهو ماشي على أرض مسطحة بتكون البرجل بتاع الفتحة أو خطوة الإنسان في السير بتكون حوالي من تلاتين إلى تلاتة وتلاتين سنتي أما في حالة صعود على مستويات مائلة الخطوة بتزيد فبتكون من ستين لتلاتة وستين سنتي يعني تقريبا هو تضعف طيب احنا بقى دلوقتي عن طريق التصميم السلالم بناخد بنعتبر خطوة الإنسان أثناء الصعود تعالوا نشوف مع بعض كده نرجع تاني لحساب تصميم السلالم من القانون اتنين قاف قاف دي اللي احنا قلنا عليها الايمة يبقى الايمة بتكون اتنين والنايمة بتكون واحدة ودايما يا جماعة نخلي بنا من حتة مهمة جدا ان النوايم بتقل عن الاوايم بدرجة النوايم بتقل عن الاوايم بدرجة يعني مثلا هنقول دلوقتي هعمل رسمة كده يا رب توضح لكم انا عندي وليكن ده منزور ايمة ونايمة احاول ان انا وضح لكم وادي البسطة بتاعتي اهيه وادي منزور امريك دلوقتي الرسمة عاملة ازاي يعني منحاول بقدر الامكان نوضح زي ما انتو شايفين ادي منزور للسلم عبارة عن ايمة ونايمة لو احنا بصينا كده نعد الاوايم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة عندي كم ايمة عندي اربع اوايم يبقى النوايم بتقل عن الاوايم بوحدة هيبقى عندي تلات نوايم نعد مع بعض كده ادي ادي واحد زي ما انتو شايفين اهو نحطها هنا عشان توضح ادي الايمة اتنين تلاتة اربعة طيب يبقى عندي كم نايمة ادي واحد اتنين تلاتة اذا عدد النوايم بتقل عن الاوايم بوحدة يبقى لما يكون عندي خمس أوائم يبقى عندي أربع نوايم يبقى دي لازمة نباحنا عارفين يا جماعة إن النوايم بتقل عن الأوايم بإيه؟ بدرجة نرجع تاني للقانون بتاعنا القانون بيقول اتنين قاف زائد نون بيساوي من ستين إلى تلاتة وستين سنتي طبعا من ستين لتلاتة وستين اللي هي خطوة الإنسان أثناء الصعود على مستوى مائل تعالوا ناخد تمرين ونشوف إزاي هنحسب أو نصمم السلم الخشبي بيقول لي مطلوب تنفيذ سلم خشبي بيصل إلى منسوب تلاتة متر إذن ارتفاع الدور عندي تلاتة متر مكون من قلبتين بينهما منور بعرض ستين بعرض ستين سنتي إذا علمت أن طول الدرجة متر عشرة وعرض صدفة الوصول بيساوي متر أربعين يقول لي استخدم القانون هو الداني القانون اتنين قاف زايد نون بيساوي ستين سنتي تاني يا جماعة الركز يبقى الراجل الداني ارتفاع الدور تلاتة متر ومديني عرض المنور بينهما منور ستين وقال للسلم ده قلبتين وطول الدرجة متر عشرة وعرض صدفة الوصول متر أربعين الراجل مديني القانون قال لي استخدم خطوة الإنسان أثناء الصعود ستين سنتي اتنين قاف اللي هي القائمة زايد النائمة بتساوي ستين سنتي تعالوا مع بعض كده نشوف الرسمة بتاعتي مطلوب منك ترسم الرسمة في الامتحان زي ما احنا قلنا لما يكون السلم محل السلم مستطيل بيكون السلم قلبتين بيكون السلم قلبتين وطبعا ادي العرض بيكون محدد معايا زي ما انتم شايفين ادي العرض بتاعي متر عشرة اللي هي طول الدرجة وعندي ستين اللي هو عرض المنور وعندي طول الدرجة التانية متر عشرة إذن العرض بتاع محل السلم اتوضح معايا حوالي 2.80 متر بجمع 1.10 زائد 60 زائد 1.10 أما طول السلم زي ما أنتم شايفين عندي صدفة المتوسطة أقل 1.10 وصدفة الوصول طبعاً بيكون أعرض لأن هي اللي بيكون أمام باب الشقة فبيكون عرضها أكبر وهو مدهاني في الامتحان 1.40 يبقى المطلوب مني أعرف عندي كام نايمة وعرض النايمة كان وعرض النايمة دي بجيبها من القانون 2 قاف اللي هو الدهوني 2 قاف زائد 1.60 سنتي تعالوا مع بعض كده نبتدي نجيب عدد الأوايم أول حاجة احنا اتفقنا أن احنا هنفرد القايمة دي من 14 إلى 20 سنتي فهبتدي أقسم ارتفاع الدور مرة على الـ 14 واشوف لو الداني عدد صحيح ينفع بأقسم الثلاثة متر على الـ 15 الداني 20 درجة أو 20 قايمة يبقى إذن بفرد قاف هنا عندي بـ 15 سنتي لأن أسمت ارتفاع الدور 3 متر على الـ 15 الداني 20 وطبعا السلم عندي قلبتين يبقى 20 على الـ 2 يبقى هنا في القلبة الأولى 10 والقلبة التانية هيكون 10 يبقى عدد الدرجات في القلبة 20 على الـ 2 بيساوي 10 درجات إذن وإحنا ذكرنا من شوية أن عدد النوايم بيقل عن عدد الأوايم بوحدة يبقى 10 ونقص واحد بيساوي 9 نوائم يبقى أنا كده جبت 9 نوائم نرجع كده للرسمة السابقة الرسمة السابقة هي تعالي نشوف مع بعض يبقى أنا كده جبت عندي 9 نوائم فضل أجيب عرض النايمة طب أجيب عرض النايمة منين؟ من القانون اللي هو الدهوني 2 قاف زا 2 بيساوي من 60 60 سنتي هو الدهوني محدده لي 60 سنتي طيب تعالوا بقى بعد كده ثانيا إيجاد عرض النايمة من القانون 2 قاف زا 2 بيساوي 60 سنتي طبعا القانون بيقول 2 قاف زا 2 قاف بيكان بـ 15 جبتها منين؟ اللي أنا فرضتها عن طريق أسامة ارتفاع الدور على 15 فداني 20 يبقى أنا فرضت القايمة بـ 15 يبقى 2 في 15 زا 2 اللي أنا عايز أجيبها لعرض النايمة بتساوي 60 طبعا 2 في 15 بـ 30 وأنا عايز أجيب نون هجيب 30 دي النحط تانية بإشارة بإشارة مخالفة لها السالب هيبقى 60 ناقص 30 بيساوي 30 يبقى نون بتساوي 60 ناقص 30 بتساوي 30 سنتي وأنا شغال بالمتر يبقى 30 من 100 من المتر يبقى إذن المسافة بتاعت الدرجات هتبقى 9 نوايم في 30 يعني 2 متر 70 ثاني المسافة اللي أنا عايز أجيبها اللي هي عدد النوايم جبتها طبعا 9 لما أسمت ارتفاع الدور 3 متر على الخمستاشر الداني 20 هحط هنا عشرة وهنا عشرة ومعروف إن النوايم بتقل عن القوايم بواحدة يبقى عندي 9 نوايم وجبت عرض النايمة من القانون طلع عندي 30 يبقى 9 نوايم في 30 بـ 2 متر 70 وابتدي أجمع عليهم المتر 10 زائد المتر 40 تعالوا نشوف مع بعض كده طول وعرض السلم طول وعرض السلم طول السلم طبعا بيساوي متر 10 زائد 9 في 30 زائد متر 40 يعمل لي الطول 5 متر 20 طبعا العرض اللي أمحدده قبل كده اللي هو متر 10 زائد 60 زائد متر 10 بيساوي 2 متر 80 بيانات السلم هرسم الرسمة زي ما احنا اتفقنا وابتدي أحط عليها البيانات بتاعتي الطول متر 10 طول الدرجة متر 10 وعرض المانور 60 وطول السلم أو طول محل السلم عندي صدفة الوصول متر 40 والمسافة دي جيبناها 9 نوايم في عرض النايمة 30 وعندي عرض الصدفة المتوسطة بيكون زي طول الدرجة متر 10 يبقى بيانات السلم بكتبها بقولوا أن الأيمة فرطتها بـ 15 والنايمة جبتها 30 سنتي وعدد الدرجات جي في الأول جبته 20 طول محل السلم يعمل 5 متر 20 فعرض محل السلم 2 متر 80 ودي الإجابة النموذجية اللي المفروض حضرتك تجاوبها في الامتحان وتهتم بيها لأن لازم أن يجي لك سؤال تصميم إما سلم ألبتين أو 3 ألبات تعالوا مع بعض ناخد سلم زو منور متسع وقلنا قبل كده زو منور متسع بيكون السلم 3 ألبات تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي مطلوب تنفيذ سلم خشبي زو منور متسع بيصل إلى منسوب 3 متر 15 إبقى ارتفاع الدور كام 3 متر 15 مكون من ثلاث قلبات طبعا برضو بيأكد هالي هو إذا علمت أن طول الدرجة الظاهر متر 10 يبقى طول الدرجة كام متر 10 وعرض صدفة الوصول متر 30 واتفقنا أن عرض صدفة الوصول بيكون أعرض لأن الهيئة بيكون أمام باب الشقة فبيكون أعرض من طول الدرجة وقانون 2 قافزة دنون بيساوي 60 صمتي طبعا في حالة عدم إعطاء القانون أنت هتفرد دنون دي من 60 إلى 63 اللي هي خطوة الإنسان أثناء الصعود على مستوى مائل تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة بعملها يا جماعة برسم برسم السلم التلات قلبات بعمل مربع وابتدي أسمه على بالشكل زي ما أنتم شايفين أهوت وابتدي أحد ده دي القلبة الأولى ودي القلبة التانية ودي القلبة التالتة وهنا معلومة مهمة جدا برضو ليكم لازم يا جماعة القلبة الأولى والقلبة التالتة يكونوا قد بعض يعني لو في القلبة الأولى خمس درجات أو ستة أو سبعة يكون في القلبة التالتة زيهم سبعة لأن هما الاتنين بيكونوا موازيين لبعض أما القلبة التانية تكون زيهم أو أقل منهم بدرجة ما ينفعش تكون أكبر منهم ليه؟ لأن هي اللي بتحدد عرض السلم أو منور السلم يبقى احنا زي ما احنا قلنا دلوقتي يكونوا متمثلين أما القلبة التانية بتكون إما زيهم أو أقل منهم بدرجة يعني لو هنا في ستة يبقى هنا في ستة هنا تكون ستة أو خمس نوايم تعالوا مع بعض نحسب أول حاجة إزاي نجيب عدد القوايم هنفرد قاف بخمستاشر ليه طاب خمستاشر لأن أسمت ارتفاع الدور ثلاثة متر خمستاشر على الخمستاشر عملي واحد وعشرين درجة طبعا واحد وعشرين وأنا عندي السلم ثلاث قلبات يبقى واحد وعشرين على الثلاثة يديني في كل قلبة سبع نوايم أو سبع درجات آسف سبع قوائم وطبعا سبع نقس واحد بتساوي ست نوائم يبقى أنا دلوقتي عرفت إن في عندي سبع درجات أو سبع قوائم وعدد النوايم بتقل بواحدة عن القوائم يبقى سبع نقس واحد بتساوي ست نوائم تعالوا مع بعض إزاي نجيب عرض النائمة من القانون اللي هو الدهوني واتفقنا قبل كده إن القانون لو ما الدهونيش ما بتدي أحدد أو أقول إن هو من ستين لتلاتة وستين لكن هو هنا في المسألة الداني القانون اتنين قاف زائد نون بتساوي ستين سمتي طبعا اتنين قاف يعني اتنين قاف فرضناها بخمستاشر يبقى اتنين في خمستاشر زائد نون بتساوي ستين سمتي طبعا نون بتساوي اتنين في خمستاشر بتلاتين هتروح الناحة التانية بشرة مخالفة يبقى 60 ناقص 30 بتساوي 30 برضو تلع عندي عرض الدرجة أو عرض النايمة 30 طبعا هبتدي أجيب طول وعرض السلم تعالوا نوضحه على الرسم مباشرة عندي آدي طول الدرجة متر عشرة وعندي هنا 6 درجات إذا اتفقنا أن في كل قلبة 6 يبقى عندي 6 فيه 30 يبقى ديني كام متر 80 وبرضو هنا 6 فيه 30 بس هنا متر 10 وهنا عرض صدفة الوصول متر 30 هنبتدي نكتب البيانات بتاعت السلم ارتفاع القيمة 15 عرض النايمة جبتها 30 عدد الدرجات أو عدد القوائم طلع عندي 21 طول السلم هنجمع الطول هيعمل 4 متر 20 والعرض نجمع متر 10 زائد 6 فيه 30 زائد متر 10 يعمل لي 400 يبقى إذا طول السلم أو طول محل السلم 4 متر 20 فيه 4 متر طبعا ده التصميم المزبوط فيه أثناء تصميم السلالم وبالخص السلالم الخشبية طيب آخر مسألة عندي موجودة بيقول لي احسب عدد الأوائم والنوايم ومحل السلم لفيلا بيصل منصوبها 3 متر 20 مكون من ثلاثة ألبات يبقى عندي السلم 3 ألبات يبقى على طول أوتوماتيك محل السلم بيكون مربع طول الدرجة 1 متر 20 وعرض صدفة الوصول 1 متر 30 واتفقنا إذا ما ادنيش عرض الصدفة بعملها أكبر من طول الدرجة لأن طبعا بتكون أمام باب الشقة فبتكون أعرض والداني القانون 2 قاف زى جنون بساوي 63 هو الداني القانون أنا مش أفرده من عندي ولكن في حالة عدم وجود القانون هفرد 2 قاف زى جنون من 60 ل 63 تعالوا مع بعض نرسم أول حاجة بعملها برسم محل السلم مربع وابتدي أقسم الثلاثة ألبات وطبعا زي ما احنا اتفعلنا قلبة الأولى والثالثة بيكون قد بعض والقلبة التانية إما بيكون زيهم أو أقل منهم بدرجة أول حاجة بعملها بنفرد قاف بكام بأسم ارتفاع الدور مرة على الـ 14 هيديني حاجات في أكسور بأسم على الـ 15 بيديني في أكسور بأسم على الـ 16 بجرب من 14 إلى 20 فأسمت الـ 3 متر 20 على الـ 16 اداني 20 أي ما ينفع أيوة طبعا ينفع والسل مكون من 3 ألبات هتطر إن أنا حط فيه القلبة الأولى والقلبة التالتة قد بعض والقلبة الأولى والقلبة التالتة بيكون حوالي نحط 7 و 7 يبقى 14 يتبقى 6 يبقى فعلا القلبة التالية فعلا أقل منهم بدرجة تعالوا مع بعض نشوف كده يبقى اتفقنا القلبة الأولى والقلبة التالتة بيكون متسويين يبقى 7 نقص 1 بتسوي 6 وفي القلبة التالية هتحط 6 أوائم يبقى هيبقى 5 نوائم يبقى عندي في القلبة الأولى والتالتة بيكون 6 نوائم والقلبة التالية بيكون أقل منهم فعلا بدرجة خمس نوائم. يبقى أن وزعت العشرين لسبعة وسبعة وستة بس السبعة دي هنقص منها واحدة بيتساوي 6 نوائم والقلبة التانية هنقص منها واحدة بتساوي خمس نوائم طبعا هنطبق في القانون عشان نجيب عرض النايمة بتساوي 2 في قف ب16 فردطها ب16 زايد نول بتساوي 63 النايمة بتساوي. يبقى 63 نقص ا годين في 16 ب32. يديني عرض النايمة كام 31 يعني 31 من 100 من المتر يبقى أجيب طول السلم بجمع أبتدي أجمع تعالى نجمع مع بعض على الرسمة مباشرة آدي متر عشرين زائد خمسة فيه واحد وتلاتين زائد متر عشرين ده عرض السلم أما الطول بيساوي متر عشرين زائد ستة فيه واحد وتلاتين زائد متر تلاتين وزي ما أنتوا شايفين بكتب البيانات بتاعتي بيانات السلم القيمة فرطاب 16 عرض النايمة 31 عدد الدرجات بيكون عشرين طول محل السلم هيطلع طبعا اللي هو اللي احنا جمعناه هيعمل أربعة متر ستة وتلاتين في عرض محل السلم تلاتة متر خمسة وستين ودي كانت المسألة أو التمرين الأخير يبقى نركز مع بعض يا جماعة على السلالم لأن الامتحان بيكون أربع أسئلة بيجي لسؤال منه على السلالم وإن شاء الله احنا وصلنا لنهاية حلقتنا وبطمن أبناء الطلبة الأقسام المعمرية إن شاء الله الامتحانات هتكون في متناول سهلة مش أكون في مستوى الطالب المتوسط دمتم في حفظ الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر